رسالة القديس بولوسا إلى أهل غلاطية الأصحاح الثاني ثم إني بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضا إلى أورشليمة مع برنابة وأخذت معي طيطس أيضا وكان صعودي عن وحي وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكريز به بين الأمم وعرضته على المعتبرين دون غيرهم لألا أسعى أو أكون قد سعيت باطلا ولكن حتى طيطس الذي كان معي وهو يوناني لم يضطر أن يختتنا وإلا لكان ذلك بسبب الإخوة الكذبة الداخلين زورا الذين اصطرقوا الدخول ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدون الذين لم ننقض لهم بالخضوع ولا ساعة ليستديم فيكم حق الإنجيل أما المعتبرون ولا يعنين ما كانت عليه مكانتهم لأن الله لا يحاب وجه إنسان فلم يزيد شيئا على ما عرضته بل بالعكس رأوا أني قد ائت منت على تبشير القلف كما ائت من بطرس على تبشير المختنين لأن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل فيه أيضا للأمم ولما عرف يعقوب وبطرس ويحنى النعمة المعطاطلي والمعتبرون كعمدة مدوا إلي وإلى برنابة يمناهم للشركة لنكون نحن للأمم وهم للختان على أن نتذكر الفقراء وذلك قد اجتهدت في إنجازه فلما قدم بطرس إلى أنطقية قومتهم مواجهة لأنه كان يستحق اللوم فقبل قدوم قوم من عندي عقوبة كان بطرس يأكل مع الأمم فلما قدموا تنحوا اعتزل خوفا من أهل الختان وجراه في ريائه باقي اليهودي حتى أن برنابة أيضا جذب إلى ريائهم فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة قويمة مع حق الإنجيل قلت لبطرس أمام الجميع إن كنت أنت اليهودي تعيش عيش الأمم لا عيش اليهودي فلما تلزم الأمم أن يسلك مسلك اليهودي نحن بالطبيعة يهود لا خطأة من الأمم ولكننا نعلم أن الإنسان لا يبرر بأعمال نموس بل بالإيمان بيسوع المسيح لذلك أمن نحن أيضا بيسوع المسيح لكي نبرر بالإيمان بالمسيح لا بأعمال نموس إذ لا يبرر بأعمال نموس أحد من ذوي الجسد فإن كنا ونحن طالبون التبرير بالمسيح وجدنا نحن أيضا خطأ أفيكون المسيح إذن خادما للخطيئة؟ حاش له فأني إن عدت أبني ما قد هدمت أجعل نفسي متعديا لأني بالنموس مدت للنموس لكي أحيى لله مع المسيح صلبت فأحيى لا أنا بل المسيح يحيى فيا وإذا كنت أحيى الآن في الجسدي فحياتي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وبذل نفسه عني لا أبطل نعمة الله لأنه إن كان البر بالنموس المسيح إذن مات بلا طائل